أكد محافظ شمال سيناء ألواء محمد عبد الفضيل شوشة وجود برنامج رئاسي لدعم أهالي سيناء في التنمية الزراعية جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لرئيس مركز بحوص الصحراء التابع لوزارة الزراعة الدكتور عبد الله قاسم زغلول من جانبه أكد نائب المحافظ ألواء هشام الخولي شكره وتقديره للقيادات السياسية ولوزير الزراعة السيد القصير نحن مش هنتكلم في الماضي نحن بنتكلم إن شاء الله في الحاضر بداية من النهاردة إن شاء الله ونأمل زي ما سأت النقيبة قالت تمام إن نحول كل الكرة اللي نجعت ديت لسلت غزاء فعلها لجمهورية مصر العربية إن شاء الله